بعد دخول قرار مجلس الوزراء حيز التنفيذ منذ بداية الشهر الحالي والذي تضمن إجراءات من شأنها الحد من عمليات الغش والتهريب أعلنت وزارة التخطيط عن فحص جميع أنواع الذهب ووسمه قبل دخوله إلى الأسواق وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالزهر الهنداوي أن القرار حدد إرسال الذهب المستورد مباشرة إلى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بحماية جمرغية لغرض فحصه ووسمه قبل تداوله في الأسواق المحلية وتشير تخمينات إلى أنه يجري التعامل سنويا بما يقارب 100 طن من الذهب المتداول في الأسواق المحلية بما فيها إقليم كردستان منها وبحسب التقديرات الرسمية لا يقل عن 50 طن يستوردها العراق خلال العام الواحد من الذهب والذهب المجغول لا سيما من العيارات العالية المرغوبة وتقابلها حركة عكسية من الذهب العراقي المصدر إلى الخارج على المستوى الرسمي تعد التجارة الذهب رائجة ومضمونة إذ أفادت تقارير دولية بأن البنوك المركزية في العالم حافظت على وطيرة عالية من مشتريات الذهب في الربع الثالث من العام الحالي في ظل التوترات الجيوسياسية وكذلك العراق الذي احتل المركز الرابع ضمن أكبر الدول العربية التي تمتلك احتياطيا من المعدن النفيس لكن على مستوى التداول والتجارة الأهلية يدور الحدث عن شبهات فساد تتعلق أولا بوجود أنواع من الذهب المخشوش تدخل إلى العراق من دون رقابة وثانيا باحتمالية وجود علاقة قوية ما بين غسل الأموال وتعريب الذهب واعتماد الأخير كبديل عن الدولار الذي أصبح تحت مجهر المحاسبة والرقابة الحكومية والأمنية بشدة في الآونة الأخيرة وهنا يأتي وبحسب مختصين دور الجهات المختصة والقوانين الخاصة في فلترة عمليات الاستيراد والتصدير والتداول والسماح فقط بعمل نظامية منها لبرنامج دينار أحمد محمد صالح العراقي الإخبارية بغداد